نبدأ حصادنا لهذا الأسبوع من الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء فولوديمر هرويزمان إلى أنقرة والتقى خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره بن علي يلدرم وعدد آخر من المسؤولين الأتراك لم تكن زيارة روتينية بل تمخضت عنها الكثير من الاتفاقيات والنتائج ليقول هرويزمان إن العلاقات الأوكرانية التركية بلغت مستوى استراتيجيا يتطور تفاصيل أكثر في هذا التقرير إلى أنقرة وصل رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمر هرويزمان في زيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تناميا مستمرا في الأعوام الأخيرة على خلفية تقارب المواقف السياسية والاقتصادية بينهما تقارب كشفت عنه جملة المشاريع وحجم التبادل التجاري الذي بلغ 3 مليارات و150 مليون دولار فيما يتطلع البلدان إلى بلوغ مستوى العشرين مليار دولار من الزراعة إلى الصناعة وصولا إلى القطاع السياحي تنوعت مجالة التعاون والتبادل بين كيف وأنقرة التي وصلها خلال العام 2016 أكثر من مليون سائح أوكراني أي بزيادة قدرت بـ 50% هذا الأمر دفع المسؤولين إلى التقارب أكثر بتوقيع اتفاق يسمح لمواطني أوكرانيا وتركيا زيارة البلدين باستخدام البطاقة الوطنية فقط دون الحاجة إلى تأشيرة أو جواز سفر إمكانية زيارة الأوكرانيين لتركيا باستخدام البطاقة الوطنية فقط هو خطوة هامة جدا ونتيجة لذلك سنشهد زيادة في تتفق الناس بين بلدين بما في ذلك في قطاع السياحة لدينا زيادة تجاوزت الـ 50% في إقبال السياح الأوكرانيين على تركيا كما تزايد أيضا عدد السياح من تركيا إلى أوكرانيا بنسبة 28% وهذا يعني أنه علينا جعل عملية التنقل هذه أكثر سهولة في شأن سياسي تنسيق أوكراني تركي ضد عسكرة روسيا لشبه جزيرة القرم التي تعتبر بالنسبة للمسؤولين الأوكرانيين في الوقت الحالي مشكلة الأمن الإقليمي والعالمي وفي منطقة البحر الأسود تركيا وفي هذا الإطار أعلنت رسميا منع سفنها من دخول شبه الجزيرة الأمر الذي اعتبره رئيس الوزراء الأوكراني إشارة قوية من الجانب التركي كما شدد على الدور الخاص الذي تلعبه تركيا في أوكرانيا وخاصة من خلال دعمها لتطار القرم وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الأستوديو السيد أوليكساندر بوغومولوف مدير معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الوطنية مرحبا ميكا سيد أوليكساندر لنبدأ بموضوع الزيارة لماذا تركيا؟ لماذا هذا الإقبال؟ ولماذا هذا التطور اللافت في العلاقات مع تركيا في حين أن التوجه العام في أوكرانيا هو توجه أوروبي؟ دعم صحيح من زمان يعني هيك صار يعني أنه عندنا تقريبا يعني اتجاهين يعني في سياسة الخارجية من أول تأسيس الدولة الأوكرانية الجديدة عندنا من الشرق الروسيا ومن الغرب الاتحاد الأوروبي والدولة الأوروبية فصار في التركيز شديد على كل دول الجوانب أنا من الأول كنت أفكر أنه في شيء تقريبا مفقود يعني في هذه العلاقات الخارجية لأن الأوكرانيا حتى تكون هي تقف على كل الأرجل يعني زي الدولة القوية أي دولة يعني في العالم يعني لازم تكون لها علاقات على نفس المستوى مع كل الجران فالموضوع هذا تأخر شوية فأنا صراحة بشجع كثير يعني هذه الزيارة وأعتقد أنها خطوة خطوة مهمة جدا وخطوة التي أجد كذلك في وقتها هي خطوة مهمة بالتأكيد بالنسبة لأوكرانيا ولكن نحن نلمس حتى في تعاملنا مع الأخبار أن تركيا أيضا مهتمة بالملف الأوكراني وآخر المؤشرات على ذلك هو أن تركيا تمنع سفونها سفونها من دخول المياه الإقليمية الأوكرانية حيث القرم المحتل لماذا هذا الاهتمام التركي بأوكرانيا؟ شيء طبيعي نحن جيران يعني فلازم نأخذ في الاعتبار المصالح المتبادل فالبحر هذا بحر 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 التركي وبحر أوكراني في ناس الوقت وكذلك في الدول الأخرى فالعلاقة مهمة والتفاهم في هذا الموضوع مهم كما من جميع النواحي ومن ناحية سياسية بالذات أن نحن حاليا أوكرانيا تعيش الظرف يعني صعب بحكم الحرب بحكم التدخل الروسي العدوان وكذلك بحكم احتلال شبه الجزيرة القرم بالذات شبه الجزيرة القرم هي همزة وصل بين أوكرانيا والتركيا لأنها موطن لأحد الشعوب التركية الأصل التي تتعقرم ومن الأول كانت تركيا من أول عودة هذا الشعب من المهجر لأن هذا الشعب كان عايش في مهجر سنوات طويلة يعني عشرات السنين من سنة 1944 حيث هجر يعني بطريقة من قبل يعني نظام ستالين نظام ستالين يعني ورجع كذلك يعني في ظل في ظل الاستقلال الأوكراني فتركيا كانت مهتمة كثير بمصارح هذا الشعب المسكين وهذا كذلك جانب عفونا المقاطعة ولكن الآن عندما تتقارب بهذا عندما يصل التقارب التركي الأوكراني إلى هذا الحجم ألا يمكن أن يؤثر على علاقات أنقرة مع موسكو في المستقبل خاصة وأن الآن عادت الأمور إلى ما جاريها بين البلدين المثلث يعني هذا روسيا تركيا أوكرانيا يعني هو ليس بمنظومة سياسية سهلة يعني يعني هي عديدة الجوانب يعني فتركيا من تحاول أن ترعب أو تقوم تقيم سياسة يعني مستقلة يعني مع روسيا من الجانب ومع أوكرانيا في نفس الوقت وتأخذ في الاعتبار مصارح تركية على كل من الاتجاهين يعني فالتوازن يعني بالنسبة للتركيا ما بين علاقاتها مع أوكرانيا والروسيا في نفس الوقت ليس بسهل يعني صراحة لكن من الواضح كذلك أن تركيا حاولت قدر الممكن وبذلت مجهود كبير حتى يكون هناك توازن يعني في علاقاتها في علاقاتها مع أوكرانيا ومع الروسيا فحتى من الناحية السياسية البحثة أو من ناحية المصالح البحثة يعني بدون أخذ في الاعتبار ما صالحنا نحن كدولة أو كجار أعتقد أنه بالنسبة للتركيا هذا أي شيء مهم حتى تكون لها علاقات متوازنة مع كل الدول والحكومة والحزب الحاكم خلال الفترة المصرمة الطويلة كان يحاول من الأول أن يقوم أو يمشي على المبدأ العلاقة الطائبة مع الجران يعني هذا كان شعاره بصراحة من الأول شعار السياسة الخارجية السياسة الخارجية بصفة عامة تركيا رغم أنه هناك سعبات من كل الأطراف يعني ليس فقط من الطرف الروسي والعنروسي وكذلك أكبر مشكلة بالنسبة للتركيا مفهوم لو خرجنا خارج موضوع العلاقات الأوكرانية التركية لو دخلنا في موضوع العلاقات الأوكرانية العربية وإن كان هذا الموضوع هو ليس موضوعنا اليوم ما هي آفاق التعاون بين أوكرانيا والعالم العربي وأنت عالم استشراق نعم أوكرانيا من أول يعادة تأسيس الدولة من 25 سنة كانت متهتم بالشرق الأوسط بالصفة عامة وبالذات بالدولة العربية فبالنسبة لأوكرانيا الجاذبية للدولة العربية هي اقتصادية بدرجة الرئيسية لأنها سوق وسوق كبير جدا وسوق في هذا السوق والسوق الأوكراني هناك أوجه تقارب وتكامل عديدة فأوكرانيا تصدر الدولة العربية العديد من الدولة العربية القائمة من البضايع هناك المواد الغذائية وخاصة ربما دول الخليج خاصة لدول الخليج والتصدير الأوكراني للقمح على سبيل مثال يزيد وكذلك الدواجن والآخر هناك قائمة من البنود عديدة فتعون المكان يتصدر في هذه القائمة للشركاء بالنسبة للأوكراني العرب وطبعا مصر وكذلك المملكة العربية السعودية تأخذ تقريبا مرتبة ثانية بعد مصر والباقي الدول العربية هي تقريبا الإمارات والإعراق وسوريا كذلك كانت من ضمن القائمة وما زالت موجودة لأنه أنا استغربت شوية لكن حتى في ظرف الوقت أنتأكد من الإحسائيات فهناك تصدير إلى سوريا مستمر والدول العربية تصدر تصدر الطلاب إلى أوكرانيا كذلك هناك ويزيد التعاون وهذا التعاون كان موجود في المجال العسكري الفني العسكري العسكري والفني يعني القصد للأسلحة والمعدات العسكرية ونحن نتمنى زيادة هذه العلاقات وتطورها شكرا لك على هذه المشاركة نشكر السيد ألكساندر بوغومولوف مدير معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الوطنية كان معنا هنا في الأستوديو